الحيئة امبارح والنهاردة تحديداً سوشيال ميديا بالكامل تتحدث عن المصالحة المرتقبة التاريخية بين المستشار تركي آل الشيخ وبين الكابتن محمود الخطيب بوادر طيبة الحيئة بدأت الفترة الماضية من جالم المستشار تركي وتويتات طيبة للغاية أرسلها تباعاً ثم اختتم هذا الأمر اليوم تحديداً وأرسل مندوباً عنه إلى منزل الكابتن محمود الخطيب للسؤال عليه في محنة مرضه ربنا يعافيه ويشفيه إن شاء الله واستقبله الكابتن محمود الخطيب بكل ترحاب طلعت الصورة على صفحة المستشار تركي آل الشيخ وكتب الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبد الرحمن الحمود للإطمئنان على صحته ووصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هناك أشخاص أساءوا لهم واستخدموا اسمي أنا وبيبوا رجالة ونستحمل أما الأخت الكريمة وبنتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبنتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة أي بتدخلوا المحارم في حواديد كورة اختشوا وحقها وبنتها على رأسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليماً معافى آمين ويعني هذه التويتر أصبحت ترند على تويتر لأنه طبعاً شخصتين كبار سشار تركي أهل الشيخ وباعه الكبير بداية عندما كان رئيساً طبعاً لهيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية ثم كمالكاً لنادي بيراميز ثم طبعاً كرئيساً لهيئة الترفيه وفي نفس التوقيت كمالك لأحد أنديت القسم الثاني الأسباني وقبل كل ده الحياة علاقاته الطيبة الجميلة اللي بتربط بينه ومن بين بلده الثاني مصر تلاها تويتة أخرى قال فيها المستشار تركي لم أكن أعلم أن هناك عدد من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلاً بكافة المصاريف ومساعدتهم في ذلك ده كانت التويتة التانية الحقيقة وأيضاً وجدت قبول وترحاب شديد على الجانب الآخر الكابتن الخطيب بيشكر تركي ألي الشيخ ويؤكد على العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية تحت هذا العنوان عبر الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعايل المستشار تركي ألي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منذله الإطمئنان على صحته متمنينا له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجرعها مؤخراً وقال أنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي ألي الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيضة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعود الحقيقة كل هذه الأمور هي مقدمات جميلة وطبيعية لعودة علاقات تاريخية وأيضاً عودة الوئام والهدوء والاستقرار لهذه العلاقة ومش معنى أن تعود العلاقة حتى لا يسيء البعض الفهم أو يستخدم أمور ليست في مكانها ولا مجالها مش معنى عودة العلاقات أن المستشار تركي هيبتدي يدعم الندي الأهلي ويجيب لا إطلاقاً هي في الأول وفي الأخير مصالحة بين أشقاء دون أدى مصالح في هذه المصالح فمن غير الطبيعة أن تكون هناك نوع من أنواع عدم الود وسوء الفهم بين ممثل النادي الأهلي ورئيسه هو الكابتن محمود الخطيب طبعاً بقيمة هذا المنصب وما بين طبعاً مستشار تركي ألي الشيخ الحقيقة الذي يكن كل حب وتقدير الحقيقة لمصرنا الجميلة بشكل عام ثم لأهلويته بشكل خاص ومن ثم هذه مصالحة جميلة يطلوها فيما أعتقد بمشيعة الرحمن لقاءات أخرى جميلة في إطار الصداقة والمحبة والأخوة والصلح خير شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة طبعاً الصلح خير ما فيش كلام وبمشيعة الرحمن زي ما قلت الفترة القادمة تجد يعني مقابلات جميلة وود جميل بصرف النظر تماماً عن أي مصالح خاصة بالنادي الأهلي مرة تانية بأأكد عليها وبأقولها حتى يعني لا يشير البعض إلى أنه الأهلي صالح المستشار تركي عشان هيجيب لهم مش عارف لاعب إيه لا 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 خالص خالص نعم نتكلم هنا عن في رأينا هذه وجهة نظرة شخصية لم أرجع إلى أحد فيها يعني هي مصالحة بين شقيقين فقط لغير ترجمة نانسي قنقر